لكن حتى فكرة اتساق الاهلي مع الدولة ودور النادي الاهلي ما من مصلحة او ما من مناسبة تكون المصلحة العليا للمنتخبات الوطنية قبل تتصدم او تتعارض او تتقاطع مع مصلحة الاهلي الا لو النادي الاهلي يقدم مصلحة مصر او من المنتخبات الوطنية على مصلحة حتى لو كان هيضحي باحسن حارس عنده عارفين له لهذا القرار ربما الاهلي ما كانش يخسر الدور السنادي للأستاذ عمر قديد لانه لما توافق انك تلعب بطولة في الاولمبياد ينقصك ست لعيبة بينهم احسن حارس في افريقيا وتوافق ان انت تلعب اربع مرشات مضغوطة تجهد جدا ثم تتعادل لو ما كانش ده حصل كان ممكن جدا الدور ما يضيعش لكن الاهلي ما بصش للمكسب القريب قد ما بصل مصلحة البلد ومصلحة المنتخب الولمبي وده اللي وافق بيه النادي الاهلي انه لعبته وعلى رأسهم حارسه الشناوي يروحه مع المنتخب الولمبطولة بس برضو عايزة اضيف نقطة هنا اه ان كمان كان محدد اولوياته ايه هو ما هو هو حطك ازاي يضغطك دلوقتي يضغطك بعدين اه فانت دلوقتي كانت امتى قبل البطولة ال ال الافريقية اه انت كان عندك مشوار افريقي مهم فانت قابلت كان ممكن تقوله لا دي ولا دي اه همشي صح انما حطيت اولويات حتى فيدي يعني اولوياته كانت البطولة الافريقية فضح القالب الشناوي وحل المشكلة للمنتخب الولمبي وتذكر ده المهندس احمد مجاهد هو الدوري مش كان عادلا او لا هو لم يكن طبيعيا بشكل جميل يعني ايه ما كانش طبيعي يعني كم الضغط اللي على الاندية ده مش الطبيعي في كرة القدم لكن هو ده كان الطريق الوحيد قدام الاتحاد كم من ان الاندية ان في اندية تلعب سواء بيرامدز مثلا او الاهلي بحكم ان هم اللي كملوا للمرحلة المراحل الاخيرة في بطولة كاس الامم سواء الاهلي فاس بالبطولة او بيرامدز لم يصل للمباراة الاخيرة النهائية الاتنين لعبوا مباريات بدون لعبين مهمين اثناء الدورة الولمبية وده في الظروف الطبيعية ده في الظروف ما هوش هو الطبيعي يعني طبعا ساعة الكلام الجدي تظهر الحقائق ومش ما تسأله والله العظيم تضيع وقت ان احنا نجهد نفسنا في إثبات التأكيد على المؤكد كلمتك اللي بتحبها دي إثبات السابت وتأكيد المؤكد ونطلع الفاصل اشتركوا في القناة